موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الجزء الثاني من المدن الزكية لايوجد تعريف متفق عليه عالميا لمصطلح المدينة الزكية وهو أمر مصير للدهشة نظرا للأهمية المتزايدة للموضوع ونطجه لحسن الحظ يمكن أن نصر على بعض الموضوعات المتزقة في استراتيجية المدن الزكية من جميع أنحاء العالم والتي يستخدمها قادة المدن يصف هذا الفصل المفاهيم الشائعة المقبولة من قبل مجتمع المدينة الزكية ويغطي المفاهيم الخاطئة من أجل مستعدتك على فهم ما لا تعني المدينة الزكية سعيدك في استكشاف الدافع لبناء مدن الزكية وكذلك الاحتياجات المختلفة لكل من المدن الكبيرة وصغيرة وكذلك كده في مشكلة يعني إزاي إحنا نتحدث عن المدينة الزكية وبيقول لك ما فيش حاسم المدينة الزكية ده بالتأكيد تعليق غريب من واحد بيتكلم عن المدينة الزكية حسن خلينا أوضح لك ما يعنيه حقا هو أنه ليجد شيء اسمه مدينة زكية متكاملة لا أصلت تفكير في مثال تم فيه الانتهاء من جميع الأعمال وقام المصمئون والمنافذون بعد الانتهاء من مهمهم بغسل أيديهم وقالوا لقد انتهينا ها هو ها هي المدينة الزكية لا غير موجود بعد كل شيء هل اجتمعت المدينة الزكية على الإطلاق؟ مع سسناءات قليلة نادرة المدن الأصل فيها أنها في حالة تغير مستمر زي كهورة أو اسكندرية سواء تم تحسيها وتحسينها أو التوسط الأعلى أو الأسفل أو الخارج أو كل هذا أو الدهورة أو حد حبيبنا من فوقها كابيري فهنا مدننا كيانات حية ومطورة المدن هي عمل في التقدم المدن في تقدم مستمر وتشكل من عمل كثيرة منها احتاجات المجتمع من خلال التجاهات المجتمعية والأزمات والأفكار الأفضل المدينة بتتقلص وتتوسع وتتضهور وتتولد من جديد وتم تدميرها وعدد بنائها لن ينتقى بدنوا لذا أعود إلى فكرة أنه لا يوجد شيء اسمها مدينة زكية بدلا من ذلك هناك احتاجات ملحة واستجابة هناك احتاجات ملحة واستجابة ضرورية للمطالب للمدن التي تعمل بذكاء أكبر لتكون أكثر ذكاء في جميع مجالات الحياة المدينة الزكية ليست مدينة حقاقة من مجرد مستوى معين من الذكاء والمجبول والمرضي المدينة الزكية هي المدينة التي تماشى مع الحاجة إلى أن تكون أكثر ذكاء ومن ثم تطور تلك المعرفة حمدانныوي الفعال والموجة نحو نحو التطور الأن تستمر في استخدام حلول القرن العشرين لا تعفع على هذه الزمن تطبق المدينة الزكية حلول قرن العشرين لمشاكل قرن العشرين إذا كان هناك جانب واحد من جانب المدينة الزكية يمكن يكون سبب في الارتباك والنقاش فهو غياب الاتفاق على تعريف مصطلح المدينة الزكية ما هي المدينة الزكية؟ كما يقول سينيسيوس الحامي الملتحي للمصالح الشعب الروماني في مصرحات شكاسبير بيسأل ما هي المدينة إلا الناس؟ حقا ما هي المدينة إلا الناس؟ هذا هو المكان المناسب للبدء عندما نقاشة مستقبل المودل بعد كل شيء يتم تحديد المدن من خلال التجربة البشرية إنها موجودة لدعم الناس وهي من اختراع الناس وتعكس عمق ثقافة الناس كما في بانكوك وتوكيو تسخر بالمناظر الطبيعية للمدينة مثل بودابست بالحمامات الساخنة أمستردام بها المقاهي وفي جعس بها الكاثنوات الشعور المظهر السلوك نبضات قلب المدينة هذه كلها انعكاس للناس تنقل المدن التاريخ وحياة أولئك الذين عشون هناك حب البعض أن يقول أن الهندسة المعمرية هي رغة المدينة وهو ما يزني على أنه طريقة ومناسبة لنظر الأشياء ظهرت المدن لأسباب مختلفة وتم تشكيل تصمع من خلال تأسيرات مختلفة ليوجد حل واحد ومناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالمدن على الرغب من أنهم يتشاركون في بعض الاحتياجات المشتركة مثل الطاقة والنقل والتصلاة والصرف الصحي إلا أن لديهم العديد من الاختلافات يمكن تعريف المدينة وتصنفها من خلال خصائص مثل الجغرافياتها وحكمها وسكانها وبنياتها التحتية ولكن لا يمكن تجريد وتطبيع غرضها واحتياجاتها وسقفتها بسهولة حيث يمكنك التعميم حول طبعاتها يجب نظر إلا تفرد كل مدينة من خلال هذه العدسة العديد من المدن تعاني من نفس التحديات مثل العصور على مكال الوقوف السيارات على سبيل المثال هو ألم عالمي لكن الطريقة التي يتم بها حل المشكلات غالبا ما تكون خاصة بكل مجتمع لكل تحدي متشابه غالبا ما يكون الآخر فريدا هذه الخلفية ضرورية لفهم كافية التفكير في المدن الزكية وفقا للتحدي الدولي للاتصالات المدينة الزكية المستدامة هي مدينة متقرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاية العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة وتلبي في الوقت ذاتي احتاجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية في عام 2016 أطلق الاتحاد الدولي للصالات ال-ITU مبادرة المتحدون من أجل مدينة زكية مستدامة وهي واحدة من مبادرات الأمم المتحدة يتولي تنسيقها الاتحاد واللنجة الأمم المتحدة والاقتصادية لأوروبا ال-UNECE وبرنامج الأمم المتحدة لمستوطنات البشرية وغيره من الشركاء العالميون من أجل تحقيق الهدف 11 من أهدف التنمية المستدامة ويجيع للمدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وإمنة وقادرة على السمود ومستدامة تعمل المبادرة U4SSC كمنصة عالمية للدعوة لتبني السياسة عامة تشجع استخدام تكنولوجيا المعلومات والصلاة لتسهيل وتأثير الانتقال إلى المدن الزكية المستدامة وضعت مبادرة U4SSC مجموعة من أشرات الأداء الرئيسية KPI بشأن المدن الزكية المستدامة بهدف إرساء المعايير لتقييم إسهامات تكنولوجيا المعلومات والالتصالات في جعل المدن أكثر زكاة وأكثر استدامة بهدف تزويد المدن بالوسائل التي تسمح لها بالتقييم الزاتي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة تكون حاليا أكثر من 50 مدينة حول العالم بتنفيذ هذه المؤشرات تعريف المعيار للمنظمة الدولية لتوحيد المقييس الأيزو فإن المعيار هو وسيقة تنص على المطلبات أو المواصفات أو المبادئ التوجيهية أو الخصائص ويمكن استخدامها باستمرار للتأكد من أن المواد والمنتجات والعمليات والخدمات مناسبة لغراضها وتمثل المعايير الدولية العمود الفقري لمجتمعنا حيث تضمن السلامة وجودة المنتجات والخدمات وتسير التجارة الدولية وتحسين البيئة التي نعيش فيها ويتضمن أمان المنتجات والخدمات ومسوكياتها وجودتها العالية ويمكن أن تضمن أيضا تسير رسول لجميع أنواع منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة متنوعة يقول كون هارلو المتخصص في أبحاث المدن الزكية أن الزكاء في المدن يأتي من فهم الأشخاص لما هو مهم بالنسبة لهم والمشكلات التي يواجهونها سؤال لماذا يحتاج المدن الزكية؟ ينتقل عدد متزايد من الناس الاربناطيك الحضرية على وعد بفرص عمل وتعليم وخدمات اجتماعية أخرى أفضل حاليا 55% من سكان العالم من سكان الحضر حتى أن بعض المدن المعروفة باسم المدن الكبرى تضم أكثر 10 ملايين نسمة مثل التوكيو في اليابان على سبيل المثال لديها أكثر من 38 مليون نسمة مما يجعلها أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان يعني هذا التحضر السريع نومنا المتوقع أن يعيش سلسة سكان العالم في المدن بحلول 20-50 ولدعم هذا النمو السريع أصبحت الموارد مثل الغذاء والأرض والمياه وحتى الهواء شهيحة بشكل متزايد وميؤثر سلبيا على مستويات المعيشة مميزات المدن الزكية أولا تخفيض المدن الزكية والتوفر المدن الزكية العديد من الجوانب الإيجابية للتعود بالنفع الفرض والمجتمع والبيئة بشكل عام وأبرز ما يميزها أنها تساهم في تخفيض نسبة التلوث والمبعثات الكربونية وتوفر مليارات ده عكس اللي احنا عارفينه عن المدن المدن الزكية بقى هي اللي بتقدر نتقلل الكربون اللي موجود فيه الجو من موازية المدن الزكية الأمان وده عكس المشهور عن المدن توفر المدن الزكية معايير عالية من الأمان والسلامة فهتستخدم أنظمة مرور زكية تدار أليا وتقدم خدمات إدارة أمن والطورة مستوى المعيشة تساهم زي المدن في تحسين مستوى معيشة الفرض فوتوفر كل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها وتساعد الأفراد في إيجاد فرص عمل غير تقليدية ورفع مستوى داخل الفرض التكنولوجيا بتابعة الحل من الزكية تعتمد بشكل كبير على الرقمنة فتم استخدام النقل العام والسيارات الكهربائية داخلها إضافة لإستخدام التقنيات الحديثة لتبريد الأسفلت وخفض حرارة المدن ومشاركة البيانات والعمل على أسعى استخدام مواد مستدامة تحسين استخدام الماء والطاقة استخدام خيارات النقل وربطها بكفاءة ربط الأشخاص والأشياء باستخدام التصالات العالية للسرعة تقديم الخدمات للسكان وخاصة الخدمات الإلكترونية لحصول على موافقات وتصريح الأعمال من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وتنفيذها تكون المدينة قادرة على تنفيذ إدارة البنية التحتية والطاقة والمعلومات والصلاة والنقل وخدمة التوارئ والمرافق العامة والمباني وإدارة فرز النفايات المدينة الزكية قادرة على تحسين الحياة للمواطنين وجود شبكة الاستشعار اللاسلكية وشبكة زكية للكياس العديد من المعلومات ونقل كافة البيانات للسلطات الحكومية والمواطنين مشاركة السكان المدينة من خلال تقديم أرائهم ونمال لحظاتهم والتواصل مع السلطة بصورة مباشرة يعني فيه لازم يكون فيه تطبيقات على الموبايل تساعد نفسه أن نقل مثلا ملكة سيارة من خلال الموبايل من غير ما تروح تقدم على أي حاجة إجراءات الحكومية كلها من خلال تطبيق على الموبايل الأجهزة المتصلة الشكل الانترنت الأشياء النسيج الأساسي للمدينة الزكية والأجهزة المتصلة هي التي تساهم في هذه الشبكة عند توصيل الأجهزة يمكنهم إرسال واستقبال المعلومات وجمع بيانات مفيدة في الوقت الفعلي لحصول على المعلومات وتحليلها وجعل حياتنا أقسل كثيرا عن طريق إزالة نقاط الألم المختلفة في حياتنا اليومية على سبيل المثال يمكن تشغيل وإيقاف المصابيح الكهربائية عبر هواتفنا تمكنك أجهزة اللياقة البدنية قابل الارتداء من التشاف نشاطين اليومي وتحليلات النوم ويمكنك حتى أتمتت وجبات حيواناتك الأليفة باستخدام وحية تغذية زكية في المدينة الزكية يمكن استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة لتطبع أحوال الطريق ومعلومات المرور بمساعدك على التجنب نقاط الإزدحام بسهولة من هاتفك تلعب هذه الأجهزة دوران في جعل المدينة الزكية جيدة وزكية مثال جهاز هوم الزكي تجديد الأمن والسلامة على غرار نظام التعرف على الوجه الذي تستخدمه لإلغاء كفل هاتفك تدمج المدينة الزكية التكنوليات ذات الصلة في البنية التحتية المدينة مثل المراكبة بالفيديو للطبع نشاط الإجرامي وتحكم في الوصول إلى المناطق الآمنة بالإضافة إلى ذلك تحتاج المدينة الزكية إلى إجراءات أمن إلكتروني متشددة لأنها تحتاج بشكل كبير على التكنولوجيا وتكون أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية صلت دراسة لشركة ديوريت أدوء على أن عواقب الهجمات الإلكترونية يمكن أن تمتد لما هو أبعد مجرد في تضن البيانات والأسهر المالي ومخاطر الإضرار بالصمع وأشهدها بما يكفي لتشمل تعطير خدمات المدينة الأسية والبنية التحتية عبر مجموعة وساع من المجالات مثل الرعاية الصحية والنقل وإنفاذ القانون والطاقة والمرافق والخدمات السكنية يمكن أن تؤدي هذه الاضطرابات الخسارة في الأرواح وانهيار النظم الاجتماعية والاقتصادية وحصل من فترة بسيطة في أمريكا أن هناك هاكر دخل على زي السد العالي عندنا كده اللي هي الجهاز بسيطر في المياه وحط مجموعة مفروض فيه كيمياء معينة بمادة بتطوف مثلا بنسبة واحد على الألف هو لا خلى النسبة بكترة جدا بس أحد المهانسين أخذ باله وقدر أنه هو يقفلها ويحاولها المانوال بدل الأوتوماتيك وقدر سيطر عليها فالحمد الله كان ممكن ملايين الناس تموت بسبب أن حد قدر يهقر خدمة زي كده هيستبدأ ووش عارف نرجع لمزايا المدن الزكية تحسين التصميم المعمري هناك سبب وراء حصول المدن على لقب الغابة الخرصانية كون بزائرة أي مدينة وسوف تقابل نطاعة سحاب شهيقة بعد نطاعة سحاب نطاعة سحاب تشتهر بسهلاك الطاقة بمعدل أسي في الواقع أظهرت دراسة أجرات أدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن الطاقة المستخدمة في قطاع المباني بتمثل 20% من السلاك العالمي للطاقة في 2018 واستنموا بنسبة 1.3% سنويا حتى اتصل إلى 60% بحلول العام 2050 تعالج العمارة الزكية هذه المشكلة من خلال جمع البيانات في المباني على سبيل المثال يمكن نجسة الاستشعار التي تكشف عن نقص النشاط في المكاتب الشغيرة أن تعلم أنزمة الإضاءة ودركة الحرارة تخصيص موارد أقل تلك المساحات مما يقلل من النفايات والتكاليف كفاية النقل والتنقل أظهرت الأبحاث من الولايات المتحدة أن الركاب يهدرون 54 ساعة في السنة بسبب زحم السير هنعدل في الأسبوع وهذا يمثل يومين ونصف اليوم كاملين تستخدم أنزمة النقل في المدن الزكية تكنية الإنترنت اللاسلكية لجمع البيانات حاول تدفق حركة المرور لضمان استخدام الوقت باستخدام الطرق الأكثر أمانا وفعالية وإشمل ذلك أجهزة الشعار الازدحام المستخدمة لتحويل مصور المركبات عددات وقوف السيرات الزكية لتحديد أماكن وقوف السيرات المتاحة للسائكين تقليل وقت الكادة والتواطئ ولمركبات ذاتية الكادة لتقليل عدد السيرات في الطريق وتوفير وقت السائكين مع تقليل المبعثات في الوقت نفسه توفير الخدمات العامة عبر الإنترنت تعني التطورات التكنولوجية أنه يمكن تقديم أدد أكبر من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت مما يجعل الخدمات العامة أكثر من أماكن أتضمن ذلك توفير وتحديثات حية لمعلومات المرور الخاصة وتحذيرات الطاقس والبيانات الصحفية على وعلى ذلك فإنه يوفر قناة لمشاركة حيث يسمح المواطنين بتقديم ملاحظات حول المجموعات الإلكترونية وإذا يضمن سماع الأصوات وجعل حكومات أكثر شفافية وخضوع المسألة مصادر الطاقة المتجددة على الرغم أن المدينة تشغل 2% فقط من مساحة اليابسة في العالم إلا أنها تستهلك أكثر من ثلاثين طاقة العالم وتشكل أكثر من 70% من البعثات سانشوتي الكربون العالمية تعد مصادر الطاقة النظيفة المتجددة المستخدمة جنب إلى جنب مع الشبكات الزكية Smart Grid أساسية لوضع حد اللي أصارت ضرر نجيمة عن ارتفاع الطلب على الطاقة إذا ما هي الشبكة الزكية يعد من كل شيء ببدء من العددات والأجهزة الزكية للطاقة المتجددة فإن الشبكة الزكية عبارة عن شبكة طاقة على بسطة المدينة تتيح المستخدمين أن يكونوا أكثر وعياً لخيارات الطاقة الخاصة بها واتخاذ قرارات أفضل بشأن البيئة يدر تقرير منظور الطاقة العالمية العام 2017 الصادر عن شركة مكزونري كامباني أن الطلب العالمي على الطاقة سيشهد استقرارهم بحلول عام 2030 مدفوعاً بشكل أساسي بتغلغل مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة نظراً لأن مصادر الطاقة المستدامة تقلل بشكل كبير من إبعاثات الكربون وتحسين الظروف المعشية في المناطق الحضرية تجهل مزيد والمزيد من المدن إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية في سعيها من أجل مستقبل نظيف ومنخفض الكربون إدارة النفايات المدن هي بؤر انتاج الكمامة وتزداد كمية النفايات التي ينتجونها بمعدل أسرع من القرى مع تواقع دراسة أجراها البنك الدولي أن انتاج النفايات السنوي سيزداد بما يصل إلى ثلاثة واربعة من عشرة مليار تين بحلول العام عشرين خمسين التعامل مع تكمل هي المنفايات هناك حاجة لممارسات فعالة لتحسين جودة خدمات جمع النفايات دمج التكنولوجيا الزكية في الصناديق مثل تركيب مستشارات مستوى الملء والضغطات لجعل الصناديق ذات ساعة أعلى وتمكين أنظمة إدارة النفايات الحضرية من تخصيص الموارد بكفاية وتجنب برحلات جميع غير ضرورية أنا شوفتها موجودة في مدينة في العراق الشباب هناك قدروا يعملوا سميسور في النفايات بحيث تبلغ البلدية أن ديت مالت في لازم تجيب بسرعة طبعا مش لازم تصل لماذا في المنطقة يعني أول ما تصل تبنيه في المنطقة يدي ينزار لو 30% أو 50% مش لازم العربية تجيب تجمع الزبالة طيب من دون المزاعي برضو في المدن الزكية موضوع الغطاء النباتي الحضرية ونسيحات الخضراء فوايد الغطاء النباتي متعددة الأوجوة فهي لا تكون فقط باستعادة وأحسين جودة الهواء ولكنها توفر أيضا عنصورا شاملة من العصر الجمالية لمناطق المعيش الحضرية أظهرت الدراسات أيضا أن تعرض للمنتظم للطبيعة لفوايد إضافية تتمثل في تقليل المشاعر السلبية وتخفيف التوتر ألازل تشد الحاجة إليها؟ يوفر الجمع بين تكنولوجيا الزكية مثل جسد الشعار الزراعية الدقيقة والهندسة المعمارية الحضرية المبتكرة طريقة رائعة لتحسين نوعية الحياة في المدينة حتى عندما تكون المساحة محدودة وإنشاء مساحة معيشة أكثر سدامة على سبيل المثال شهد بناء الجدران الخضراء زيادة في الشعبية في التصميم المعماري الحضري بسبب فعالياتها من حيث تكلفها عندما تتعلق الأمر بجعل المناطق الحضرية من مساحة أكثر متع العاش فيها لا تقل الجدران الخضراء فقط من كمية الطاقة اللازمة لتبريد المبنى يعني الحوائط نفسها هتبقى فيه زرع فيها وشوفت أنا الناس عاملين إزراع بالتحالب لأنها تقل الجدران الخضراء فقط من كمية الطاقة اللازمة لتبريد المبنى لأنها تحكي من باني من أشياء الشمس المباشرة ولكنها تقل أيضا من فجدان الحرارة في فصل الشتاء وتحويل المياه بعيدا عن الجدران أثناء طول الأمطار الغازيرة مع أضافة تكنولوجيا الزكية يمكن الجدران الخضراء تنقية الهواء وترتيبه مما يؤدي لتحسين جودة الهواء بشكل طبيعي وبشكل كبير العمارة الخضراء الزكية بقدر ما قد يخشى بعض من التكنولوجيا الجديدة المعروفة باسم إرهاب التكنولوجيا أو فوبيا التكنولوجيا فإن المدن الزكية هي المثال المثالي لاحتضان التكنولوجيا بدلا من الخوف من هناك بعض بعملات أفضل وتقليل أثر البيئي فإن المدن المتصلة هي المستقبل وهذا الشيء يساعدنا كثيرا سنتعرض الآن تعريف المدن الزكية لكن لا تخفل عنها الثاني صفتين المهمتين استخدام التكنولوجيا والناس أولا استخدام التكنولوجيا هناك العديد من الطرق لمعالجة قضايا المدينة ولكن عند استخدام تكنوليات كأدوات أسسية فإن هذا يساعد على جعل المدينة أكثر زكاء المدينة الزكية هي نظام من الأنظمة التي تعمل على تحسين مستوى البشر الناس أولا لا تكون مفتونا جدا باستخدام التكنولوجيا فعند الاشتراك بشكل صحيح فأنت تكون التكنولوجيا غير مرئية لحد كبير أو على الأقل غير تدخلية ما يهم هو النتيجة أما حاجة بنسبة لنا راحة الإنسان طيب التعريفات القادمة كان فيه تعريف اسمه المدينة الافتراضية وهو نظير افتراضي للمدينة الاعتيادية يؤدي فيها كل من السكان والهيات نشطة بشكل غير مباشر على التكنولوجات التي أتحتها الوسائل الرقمية افتراضية ومن دون الحاجة إلى التواجد الشخصي تعريف الثاني المدينة المعرفية المصطلح المستخدم للوصف استراتيجية تنمية قائمة على المعرفة ولا تهدف إلا تعزيز ودعم عمليات إدارة المعرفة للتحدث في منطقة حضرية بشكل مستمر وتحقق ذلك من خلال تفاعل مستمر لوكلاء المعرفة مثل الجماعات ومعاهد البحوث والشركات والمواطنين وما إلى ذلك وكذلك مع وكلاء المعرفة في مدن أخرى لازم يكون فيه تبادل المعرفة وتضفق المعرفة باستمرار ثلاثة شبكات الاتصال المتقدمة والبنية تحتية المدينة ومستوى تعليم المواطن المدينة الرقمية المدينة الرقمية هي محكاية شاملة تعتمد على تقنية الشبكات العنكبوتية لتنفيذ الوظافة الاتيادية لقاتل المدن بطريقة إلكترونية تتطابع وينفذها أشخاص طبيعيون في مدينة عادية حيث أنها تضم مجموعة واسعة من الشبكات الرقمية وتطبيقات الإلكترونية وتقدم خدمات اقتصادية واجتماعية في عدة مجالات مثل التجارة والصحة والتعليم والعمل والترفيه فهي فراغ افتراضي للمجتمع يقدم الخدمات التي تتم عدف الفراغ الفيزيائي للمدينة المدينة التكنولوجية هي التي تتطبق فيها التكنولوجية المطورة وتنعكس طبيعتها وهيئتها المدينة الإلكترونية المدينة الإلكترونية هي المدينة التي تتوفر فيها اتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ عمليات تبادل المعلومات بين مكونات المدينة المدينة الزكية أو المدينة الأيكولوجية كل هذه تعريفات للفكرة المدينة الزكية وهناك سيؤيت تعريف مكتسر على سبيا معينة وهيåيه وتعريف بناش شئ أخر كم دون المدينة الزكية هي مدينة ركومية أو الأيكولوجية تعتمد خدمتها على البنية التحتية الج Inn والاتصالات نص لأنظمة المرور الزكية تدار آليا وخدمات إدارة الأمن المتطورة وأنظمة التسيير للمباني واستخدام التشغيل الآلي في المكاتب والمنازل واستخدام عدادات للفواتير والتقارير في تعريف أزمة ده سنة 2010 المدينة الزكية تجمع عمراني يرتكز على سلاسة ركاز أساسية تكنية واجتماعية وبيئية وبالتالي فهي مدينة افتراضية ومعلوماتية ومعرفية وبيئية فسلاس مدن في مدينة واحدة تعريف الـ IDC للأبحاث هي كيان محدود حي أو بلدة أو مدينة أو مقاطعة أو بلدية أو منطقة حضرية له سلطاته الحاكمة وتم بناء هذا الكيان على بنية تحتية الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتمكن من إدارة المعلومات بكفاية وتعزز تنمية الاقتصادية المستدامة والابتقار ومشاركة المواطنين تعريف آخرية مدينة رقمية تعتمد خدمتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل أنظمة المرور الزكية تظهر آلياً وخدمات وإدارة الأمن المطورة وأنظمة تسيير المباني واستخدام تشغيل آلي في المكاتب والمنازل واستخدام عدادات الفواتير والتقارير يمكن تحديد ستة أبعاد مميزة للمدينة الزكية ترتبط بدورها بنظريات التنمية والنمو والعمران التقليدية كالنقل والاقتصاد والموارد الطبيعية ونوعية الحياة والتشاركية وأم العناصر اللي هي الطاقة والماء والمخلفات والبنية التحتية والسلامة العامة والتعليم والرعاء الصحية والمباني الخضراء وصائل النقل وخدمات المواطن تكون المدينة الزكية عندما تحقق الاستثمارات في رأس المال البشري والاجتماعي البنية التحتية وتعتمد على التنمية المستدامة وتقديم أفضل خدمات إلى سكان المدينة والإدارة الحكمية للموارد الطبيعية ده مايكل ديسكون تطبيقات أخرى المدن الزكية المعاثرات الزكية النقل الزكي الترق الزكية شبكات الزكية الاتصالات الزكية المنزل الزكي الخدمات الطبيعية الزكية خصائص المدن الزكية المواطن الزكي يعني مواطن الزكي مش حصل على الدكتوراه او حصل على ماجستير يقدر يتعامل مع المدينة الزكية يعد الاشخاص الاسكياء لبنية البناء الاساسية لنظام المدينة الزكية فهم من يتميزون بكونهم اسكياء تفاقون فيما يفعلونه وباحتراف لديه مؤشر تنمية مرتفعة حيستعمل المدينة الزكية على استخطاب رأس المال البشري النوعي بالتوازي مع دمج جامعتها في جميع الجوانب الحياة المدينة كما يتميز المواطن في المدن الزكية بالمرونة العالية والتكيف مع تغير تعيوم الدائم لإيجاد الحلول وشاركون بنشاطهم في التنمية المستدامة للمدينة بأدائهم الفعال لجعلها أقصر من الأمل العيش تعريف أخر للجزيرة الزكية يعيش 11% من سكان العالم في الجزيرة تتوقع مجتمعات الجزر لتحقيق الاتفاق الذاتي وتقليل أثار إمبعاث الكربون تعني طبيعة حيات الجزيرة أنه كان على السكان دائما أن يكونوا مبتكرين دائما لحفاظها على مجتمعتهم كما أن الجزر تعاني من أثار تغير المناق قبل الآخرين الحاجة التي تقار في هذا المجال الملحق كانت تكاليف الطاقة مرتفعة تاريخيا بسبب الاعتماد على الواردات لذلك أصبح التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الشبكة الزكية وتتعاون مجتمعات الجزر حول العالم تبادل الدروسين مع بعضهم البعض يمكنك اعتبار الجزيرة الزكية صورة مصورة لمدينة زكية ده طبعا في اليابان وسنافورة الأستاذ الزكي الغرض من الملعب الزكي وتحسين تجربة المشجعين تتم بناء الملعب الجديدة بذوقنية متكملة بعمق وتم تحديث العديد من الملعب القادمة ذات المستوى العالمي تتمتع هذه الملعب باتصال سريع بالإنترنت وتوفر رؤية إضافية في الوقت الفعلي للجمهور عبر الشاشات الكبيرة والهواتف الزكية وتستخدم البيانات لتوفير معلومات عن أماكن ويقوف السيارات المتاحة المصنع الزكية يستخدم هذا النوع من المرافق التصنيع الشديد للارتباط بالزكاء الصناعي والروبوتات والتحلات والباييرات وإنترنت الأشياء اللي عمل بشكل مستقل للحد من كبير يمكن خطوط الانتاج أن تصحي نفسها وتعلم أن تصبح أكثر كفاة وبرونة يمكن البيانات من مصنع زكية تحسين سلسل التوريد وعمليات التصميم ما يؤدي لزيادة تحسين الانتاج ومنتجات عالية الجود الانتقال الزكي المبدل الانتقال الزكي هو للسهلاك الكفء للطاقة ويتضمن خفض المبعثات الضرر بالبيئة وأن تكون مسائل لمواصلات آمنة ومنخفضة التجاليف وتطور البيئة الشبكة التحتية عن طريق تطوير تطوير تقنيات المعلومات والتصالات فمثلا تصحي تقنيات المعلومات والتصالات في مراقبة المرور وبوسط الكاميرات وضبط سيرها وتعريف الركاب عن طريق الهاتف المحمول بإمكانية اللجوء إلى طرق أخرى في حال تعطل طريق أو زحام وكذلك بالنسبة لوسائل النقل العام فقد دخلت في تنظيمها أنظمة النقل الزكي مثلما في حكس زاكر السفر في المدن الكبيرة بوسط هاتف المحمول ببرامج Applications كما يمكن معرفة مواد القيام ومواد الوصول بالهاتف المحمول الحكم الزكي بنجع كلامنا خفاف عليه الحكم الزكي هو منامط إدارة المدينة الزكية تستخدم المدينة الزكية لبيانات الضخمة ووظمة دعم القرار وما تصل بها من تقنيات جغرافية في الإدارة الإكليمية للمناطق الحضرية والمدن وتعمل المدينة الزكية باستمرار على تحسين قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية لمواطنين وتدعي مشاركتهم في صنع السياسات القائمة المبنية على المشاركة والتخطيط والمراكبة الديمقراطية الإلكترونية لتحقيق نتاج إنمائية أفضل الجميع البيروقراطية هي فان التحويل السهل إلى صعب من خلال وسائل عديمة الجدوى ده كارلوس مفكر وسياسي مكسيكي الاقتصاد الزكي هو القدرة التنافسية الكلية للمدينة لتعتمد على الأسلوب الاتكاري في الأعمال التجارية ونفقات البحث والتطوير وزيادة فرص العمل وانتاجية أمرون سوء العمل والدور اقتصادي للمدينة في السوق المحلية والعالمية بيئة زكية هي إدارة الموارد المستدامة وحماية البيئة من التلوث الحياة الزكية تحسين حياة المواطنين من خلال توفير الخدمات المجتمعية له الشبكات الزكية سمارت جريد هي أنظمة شبكية تطيح إدارة الإمدادات الكهربائية الفعالية من حيث التكليفة والتوزيع وبواسع هذه الشبكات مراكبة استهلاك الكهرباء وسيخلاص المعلومات من الأنظمة والعدادات الزكية الرقمية وتمكن الشبكات الزكية الإستدامة أمسل الطاقة عن طريق توزيع فوقت الطاقة المنتجة من أحد الشبكات على الشبكات الأخرى التي ليس بواسعها من جرات الطلب وسؤال دي تجميع مساهمات الشبكات وعادة توزيعها لمدن إلى بناء شبكات زكية فعالة وبخلاف ذلك يمكن للمدن دراسة نشر الشبكات المتناهيات الصغر التي تكون أكثر محلية من شبكة الطاقة المركزية وتمكن شبكات المتناهيات الصغر المدن من توزيف منهج متدرج لبناء شبكة زكية أكبر وتتخدم شبكات المتناهيات الصغر التقناهيات الزكية التي تحت إعادة توزيع فقط إنتاج كهرباء وتتيح للمستخدمين مراهب قابل استخدامهم كمتقدم شبكات المتناهيات الصغر مصدر طاقة بديل عند الحاجة لصيانة أو تحديث الشبكات الأكبر أمثلة المدن الزكية سونغودو، كورية الجنوبية ومدينة فجياسو، اليابان والوسيل، قطر وفي الإمارات في مدينة مصدر وأشير استطلاع إلى متوسط معدل بناء الزكي في الشرق الأوسط كان 48 من أصل 100 نقطة ممكنة مقاومات نجاح التحول للمدن الزكية إن التغير في الحالة المدينة نحو الأفضل تجعل المدن أكثر زكية ونجاح حيث تتحول الطلب ميالي واحد، دعم حكومي ومحلي اثنين، رؤية استراتيجية واضحة ثلاثة، الاهتمام بالمراكز البحثية وجامعات التشكية للتقارع مفهوم المدن الزكية أربعة، توعية وتسجيف المواطنين باهمية المشروع وأقوامة محاضرات عامة في مجالات التصبيق الرئاسية للمدن الزكية وبلغى متوسط درجة معدل البناء الزكي في الدول حيث 70 درجة أكثر من 20 نقطة فقال متوسط الإقليمي وكان متوسط الدرجات في دباية 65 وجاءت أبو الظبي في المرتبة الثالثة حيث بلغها 48 وقال التكرير أن منطورات المنطقة تقود المنطقة على تقنية البناء الزكي حيث يقبلها متوسطها 80 نقطة وهناك اليونيسيف وهدف التنمية المصدامة 17 قضاء على الفقر، قضاء التام على الجوة، الصحة الجيدة والعفية، تعليم الجايد، المساوية بين الجنسين، الماء النظيف والصرف الصحي، الطاقة النظيفة ومميسورة التكلفة، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الصناع والاتقار والبنية التحتية، الحد من أوجه عدم المساوية، مدن محياء مصدامة، الاستهلاك والانتاج والمسؤولان، العمل لأجل المناخة، الحياة تحت سطح البحر، الحياة على البر، السلام والعدل والمؤسسات، التعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية لأجل التنمية المصدامة هناك تعريفات خاطئة في المدن الزكية، يعني فيه تعريف يقول لك المدن الزكية هو تطوير المدن الغبية، فيش مصطلح اسمه مدينة غبية، ما فيش أي حاجة اسمها مدينة غبية، ما فيش حاجة اسمها مدينة زكية ما في الماء، كل مدينة بقى فيها مقاومات واستخدار المدينة تحتها، فيه تعريف اللي هو المدينة المراقبة، أو 1984، أو الأخ الأكبر يركبك، الخصية، فلازم يبقى فيه مع تجميل معلومات، نوع من أنواع الخصية، ونوع من أنواع محدش يستخدم معادة استخدام خاطئ، طيب، بالنسبة للأكويت، في بريطانيا أصدارات كود اسمه بي اس 180 لتعريفات خاصة بالمدينة الزكية، بي اس 181 لإعطاء أشهدات لإنشاء المدينة الزكية، ستة جيميل، دي صيغة مفتوحة المصدر لتبادل معلومات حول المدن، ستة جيغرافي مركب لانجويتش، والصيغة خاصة بتبادل معلومات المدن الزكية، واضعتها هو بين جوازاتك الـ OGC، وهو بتكمل مع صيغة الـ IFC، في عام 2013، في بحث بالحكومة البريطانية، اسمه المدن الزكية، الفرص المتاحة المملكة المتحدة بيتكلم عن أن المدن الزكية والخدمات اللي ضفاية المطلوبة لنشرها، محتاجين 408 مليار دولار أمريكي بحلولها عام 2020، والمدن في جميع أنحاء العالم تشرع في جداو الأعمال زكية، تساعد في تقديم المدينة من الخدمات عن طريق تبني استخدام تكنولوجيا الجديدة في مجال الإستشعر والبيانات لجمع البيانات، ومن ثم مشاركتها من خلال البرامج القائمة على شوكة الإنترنت، وعلى الرغم من أن المدن الزكية غالباً من ترتاوت بكفاية الطاقة واستخداماتها، مثل عمد الإنارة تعمل لندما السير بجانبها، Street Light Management، والسيارات تعمل بكهرباء، في أن المدن الزكية أكثر من ذلك، فهيتهتم بكفاية التشغيل والخدمات الحضرية، وكيف يمكن دام جازيل الخدمات بشكل أفضل مع المعلومات والتحليلات في الريال تايم أو الوقت الحقيقي. أمثلة الخدمات بالمدنة الزكية، أعطاء الأولويات للطرق للمركبات الطريقة لتنقل مرضى بين المستشفيات، حفلات بدون صائق، أمام الإصلاح الروبوت، الإصلاح الحفر وإصلاح التسريبات، أعادة تدور النفايات أو تجميع الطرق ذكية مثل تجميع النفايات عبر أنابيب تعمل بالهواي المضغوط، حركة مرور ذكية أنسابية، مراقبة بيئية ذكية لجمع المعلومات التي تساعد على حماية البيئة ورصد وتحديد مستويات الأمطار وحركة الرياح والتلوث، النارة الذكية توفر إضاءة لأجزاء المدينة تبقى للحاجة الفعلية، شبكة الطاقة الذكية لتهدر الطاقة ويمكن مراقبتها، تكامل البيئة التحتية لتقنية المعلومات والإتصالات، توفر جهاز مركزي للمدينة الزكية منظومة تحكم حسوبية والإلكترونية، نظام ذكي لمكافحة الكوارس مثل الحرك والزلازل والامتجارات، ولتحقيق المدن الزكية، نحتاج لعدد من التقنيات مثل إنترنت الأشياء، إنترنت السينجس، واستربط من أنظمة إنترنت الأشياء، أجهزة الشعار والأقنطمة الزكية عبر المدن الزكية، متحليات متقدمة وأجهزة مراقبة، بين ذلك أنظمة إدارة الفيديو ومواقف إسترارات الزكية ورازل البيئة وأدارة النفايات، وسوف تشمل أيضاً أدوات لرازل المشاعر العامة بشأن القادرة المتعلقة بالمدينة، وحلول الرأي الزكية، ورازل أجهزة المياه الزكية، وسوف يساعد هذا على جمع وتحليل وأدارة توفير رؤية لتقدر بالسمن من مجموعات معقدة من البيئات في الوقت الحقيقي. البيانات التي تتلقى من هذه التطبيق سوف تسمح له متوفير بيئة أكثر أمانة وخدمة أفضل لمواطنيها جنب إلى جنب مع تعزيز الاتصالات ثانية الانتجاه. البيانات الضخمة، البيج داتا، هي البيانات الديناميكية الكبيرة والمتنوع التي يولدها الأفراد والآليات والآليات، وتستوجب أدوات تكنولوجيا متقرة ومتطورة لجمعها وتحلها، بهدف توفير استبصار عملي مرتبط بالمستهلكين والمنافع والمخاطر والأداء والانتجاه. البيانات ليس الأمر الجديد، لكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك تطور سريع في التكنولوجيا للاتصالات والمعلومات، مما أدى لنشوء أنواع جديدة من البرامج سوفتوير والأجهزة هاردوير التي تنتج بيانات بنحو سريع ومستمر، ترصد هذه البرامج والأجهزة من خلال أجهزة الشعار وتطبيقات ما يحصل في البيان المحيطة، وتنتج بيانات تخبرنا بما يحدث حولنا، لذلك بات الكمبيوتر ليحصل على البيانات بالطريقة التقليدية المباشرة، بل بات اليتلقى كاما هائلة من البيانات السريعة بأشكال مختلفة عما عارفه النظام، وبالتالي لم يعد لديه قدرة على معلاجتها، فالنظام مصمى من معاجة بيانات معروفة ولدها شكل معين، إلا أن البيانات المنتجة اليوم تأتي بشكل مختلف وغير معروفة بالنسبة للنظام، تحمل هذه البيانات معلوماتها وبالتالي هي ليست ضجيجة، بل هي تخبرنا بما يحصل في المدن الزكية ترسل صحة الناس أحوال الطرقات الزراعة الزكية وغيرها، إلا أن هذه البيانات لا يستيعي نظام العادي معلاجتها، ولذلك نستخدم البيج داتا، نظم المعلومات الجغرافية، الجي اي اس، جغرافك انفروميشن سيستيمس، هذه التكنولوجيا مصنونة على رصد وتجميع وتحليل كل أنواع المعلومات الجغرافية، وتمثل نتائج تلك التحليلات بعناصر حقية، كالطرق والأراضي والمناسيب والارتفاعات والأشجار والأنهار وغيرها، وتم رصد تلك المعلومات من خلال تكنولوجيا الصور الجوية بالأقمار الصناعية، والتي ترتبط بأحداثيات المكان X, Y, Z، وتعطي صورة معلومات حقية للمكان لها مرجعية مكانية، برامج نظم المعلومات الجغرافية تافي بمطلبات البيم لتقاس المعيانات بين مختلف المقاولين، والعمل على مناطق مختلفة من المشروع تبسيط دورة حياة المشروع منذ البداية، وتح هذه التكنولوجيا لمدير المشاريع تصور طبقات كل ممنى على الفور واستدعاء معلومات المشروع ذات وصلة بما في ذلك من أجهزة الجوال التي يستخدمونها في الموقع، ويمكن أيضا تقاسم المعلومات ذات الصلة والمركزية مع جميع أصحاب المصلحة من خلال المطلبات واللوحات، دمج تكنوليات البيم ونظم المعلومات الجغرافية سيحسن قدرات تصميم المشروع ويقلل مخاطر من خلال تحسين تدفق المعلومات من البداية للنهاية وتوفر الموارد والجدولة أثناء الإنشاءات. البيع أهم ميزة في البيم هو أن يسهل التعاون ودارة المعلومات والصلاة بين الفرق المشاركة في مشروع البناء والتكنولوجيا مختلفة في العملات التقليدية من العمل. يتم تفقدم بعض المعلومات في كل مرة يتم نقل وتسليم المعلومات من فريق لآخر وهذا يؤدي إلى الهدر. المهم يتغلب على هذا من خلال مركزية المعلومات واستخدام كود مؤحد وتم دمج معلومات المباني ومعلومات الطريقة ومعلومات النقل داخل نموذج المدينة. ويمكننا وجود نموذج لخدمات المدينة ويمكننا وجود نموذج لخدمات المدينة من تجنب كسر موسير المياه والصرف أو قابلات الإنترنت أو الغاز أثناء الحفر. نظام نقل ذكي. نظم النقل الذكي هي استخدام تكنوليات الحاسب والالكترونيات والالصلاة والتحكم لمجابهة العديد من التحديات التي تواجهنا في النقل البري مثل تحسين مسؤولات السلامة والانتاجية والحرقة العامة. تطبيق أنظمة النقل يؤدي للتقليل من عدد الوفاة والإصابات الناجمة عن حوات الطرق وتحسين تشغيل النقليات التجارية. استعمل نظم النقل الذكية على تطبيق مختلف التكنيات الذكية المتوفرة والممكنة على غرار التخلص الإلكتروني للمركبات التجارية والفحص الآلي للسلامة على جانب الطريق. والذي يؤدي إلى تحسين سلامة وكافية المركبات التجارية. وكذلك تحسين حركة البضايع والتخفيض من زمن الانتقال وتكلفتها والحفاظ على أمن البضاعة وسلامتها وتحقيق السلامة لسيامة. ستتعلق الأمر بمتابعة المواد الخطرة كمساهم في تطبيق نقل الذكي في استيادة القدرة على إدارة الأحداث الطريقة وذلك عن طريق توفير إجراءات التدخل ذات كفاء عليها في حالات الأحداث المرورية الطريقة والظروف الجواسية وأعمال الطرق. تكنيات النقل الذكي في استيارات تعمل بكهرباء أو الطاقة الشمسية. الدفع الإلكتروني يتم الدفع من خلال برنامج على مبايل دون الحاجة لحمل المال لخدمات التحصيل الإلكترونية للرسوم. ويتيح للمتنقلين دفع رسوم خدمات النقل باستخدام بطاقة إلكترونية. تتباين أنظمة النقل الذكية في التقنيات المطبقة من أنظمة الإدارة الإلسية مثل الملاحة في السيارة وأنظمة التحكم في إشارات المرور، أنظمة إدارة الحاويات، علامات الرسالة المتغيرة، التعرف التلقية على لوحة الأرقام أو كاميرات السرعة على مركبة التطبيق مثل أنظمة CCTV الأمنية والتطبيقات الأكثر تقدما، التي تدمج البيانات المباشرة والتعليقات الواردة من عدد من المصادر الأخرى. مثل الرشادات التوجيه وأنظمة المعلومات، معلومات طقس نظم زيارة الجليد للولايات المتحدة، وما شابه ذلك، بالإضافة لذلك يتم تطوير التقنيات التنبؤية للسماح بالنمزج المتقدمة والمقارنة مع بيانات خط الأساس التاريخية بعد زي التقنيات موصوفة في الأقسام التالية. الاتصالات اللاسلكية تم اقتراح أشكال مختلفة من التقنيات الاتصالات اللاسلكية لنظمة النقل الزكية، يتم استخدام الاتصالات المضم اللاسلكية على ترداد مثل UHV, UHF أو VHF على الطاق واسع من أجل الاتصالات القصيرة والطويلة داخل ITS. التقنيات الحاسوبية وقدات التطورات الحديثة في إلكترونيات السيارات التي تحرك نحو معالجات حاسوب أقل وأكثر قدرة على السيارة، تشامل السيارات النموذجية في العقد الأول من قرن 21، عنا بين 20 أو 100، واحدة تحكم منطقية متحركة، واحدة تحكم منطقية مزوادة بأنظمة التشغيل غير فورية، التجاهل الحالي ونحو وحدات المعالجة للدقيقة الأقل تكلفة مع إدارة زاكرة للأجهزة وأنظمة التشغيل في الوقت الحقيقي، وتسمح منصات النظام المدمجة الجديدة تطبيقات برمجية أكثر طورا بما في ذلك التحكم في العمليات المستندة للنمازج والزكاء الاصطناعي والحاسوب في كل مكان، والعالة أهم هذه الأنظمة للزكاء الاصطناعي. بيانات السيارة العائمة والبيانات الخلوية العائمة جمع بيانات الفلوتينج كار أو البروبل من سهارات النقل الأخرى بشكل عام تم استخدام أربع طرق لحصول على البيانات الأولية. طريقة التسليس في البلدان المتقدمة تحتوي نسبة عالية من السيارات على واحد أو أقصر من هواتف المحمولة. تنكي الهواتف بشكل دوري معلومات التواجد الخاصة بها لشبكات الهواتف المحمول حتى عندما لا تم إنشاء اتصال صوتي. في منتصف عام 2000 كان هناك محاولات لاستخدام الهواتف المحمولة كمجرد تحققات مرورية مجهولة الهواء. عند تحرك السيارة تظهر إشارة أي هاتف محمول داخل السيارة من خلال القياس وتحليل بيانات الشبكة باستخدام التسليس أو منطبقة الأماط أو إحصائيات قطاع الخلايا. تم تحويل بيانات المعلومات تضفق المرور مع المزيد من الازدحام. هناك المزيد من السيارات والمزيد من الهواتف وبالتالي مزيد من التحققات. في المناطق الحضرية تكون المسافة بين الهوائيات أقصر وتزداد من حيث الدقة النظرية. ومن مزيد هذه الطريقة أنه لا توجد بنية تحتية يجب بنائوها على طول الطريقة. محتاج تامن حاجة هي الموبايلات مع الناس. فقط يتم تعزيز شبكة الهاتف المحمول ولكن من الحالة العملية يمكن أن تكون طريقة التسليس معقدة. خاصة في المواطق التي تتخدم فيها براجل المحمول. مصارير متوازيين أو أكثر من سطرق السريعة. وخطوط السكك الحديدية للركاب أو المزيد من الشارع الموازية أو الشارع اللازية يعد أيضاً خطاً لحفلات. بحلول أول عام 2010 كانت شعبية طريقة التسليس أخذها في النخباط. هناك طريقة أخرى إعادة تحديد السيارة تتطلب طرق إعادة تحديد هوية المركبات مجموعة من أجهزة الكشف المركبة على الطريق. في هذه التقنية يتم تكشفها عن رقم سرسولي فريد لجهاز في السيارة في مكان واحد. ثم يتم اكتشافه مرة أخرى إعادة تحديده على طرق الطريق. يتم حساب أقوات السفر والسرعة من خلال مقارنة الوقت الذي يتم فيه اكتشاف الجهاز معين بوسطة أزواج من أجهز تلس شعور. ويمكن يتكام بذلك باستخدام عناوين MAC من البلوتوس أو الجهاز الأخرى أو باستخدام الأرقام السلسولية RFID من خلال أرسال الإلكترونية ذات مجميع ATC. ثم أيضاً علامات المرور. الطريقة الثالثة. الطرق القائمة على الجي بي اس يزود عدد متزايد من المركبات بأنظمة الجي بي اس الملاح عبر الأقمار الصناعية. داخل المركبات التي لها تصال صناعي الاتجاه مع مزود بيانات حركة المرور يتم استخدام كراءات الموقع من هذه المركبات لحساب سرعة السيارة. قد لا تصادم أساليب الحديثة الأجهزة المخصصة ولكن بدلاً من ذلك الحلول القائمة على الأجهزة الذكية باستخدام يسمى المنهج تليميتكس المراقبة الغنية المسندة للهاتف الذكي. الطريقة الرابعة. يمكن استخدام الهاتف الذكية لتحتوي على مستشارات مختلفة للتبع سرعة وكسافة البرور. يتم رصد بيانات من كياس السرعة من الهاتف الذكية المستخدمة من قبل سائق السيارة لمعرفة سرعة حركة المرور وجودة طريق تتيح البيانات الصوتية وعلامات جي بي اس الهاتف الذكية تحديد كسافة حركة المرور وازدحام المرور. يتم تنفيذ هذا في بنجالور في الهند كجزء من نظام تجريبي البحوث. توفر تكنية بيانات السيارة لعائمة مزايا أكثر من طرق الأخرى لكاس السرعة. أقل تكلفة من أجهزة الاستشعار أو الكاميرات مزيداً من الصوتية. يحتمل أن تشمل جميع المواقع والشوارع. أسرع الاعداد وصيان أقل يعمل في جميع الظروف الجوية بين ذلك الأمطار الغزيرة. تكنيات الاستشعار. وقد عددت تطورات تكنولوجيا في مجالة الصلاة، ومعنومات التكنولوجيا إلى جانب الرقاق الدقيقة الحديثة لغاية المطورة R F I D. وتكنيات الاستشعار عن بقع الراديو الزكية الرخيصة من قدرات تكنولوجيا التي تمنحها تسهيل فوائد سلامة سيرات لأنظمة النقل الزكية. وعلى الصعيد العالمي أنظمة الاستشعار لأنظمة النقل الزكية هي أنظمة الشبكات القائمة على المركبات والبنى التحتية. اي تكنولوجيا للمركبات الذكية اجهزة شعار البنية التحتية غير قابلة للتدمير مثل العكسات على الطرق المهدة الاجهزة التي تتم تثبتها او تدمنها في الطريق او حاول الطريق على سبيل المثال في المباني والمواقع والعلامات كما هو مطلوب ويمكن نشرها يدويا اثناء السيانة الوقائية للطريق او عن طريق الات حقن اجهزة الاستشعار للنشر السريع وتشمل اجهزة انظمة الاستشعار عن المركبات نشر مناورات الاثترونية من البنية التحتية للصيلارات او من البنية التحتية الى البنية تحتية للتصالات من اجل تحديد الهوية وقد استغربت ترجم ايضا تكنولوجيا التعرف الطريق على لوحة الارقام و التي تكشف عن العالمات المناطسية و تكشف عن العالمات المناطسية بالمر 하면 الحاجة و مصد أكثر للمركبات العاملة في المناطق الحرجة كشف مركبات الفيديو اعتبر كيستضفق حركة المرور وكشف التركائي عن الحواس بإستخدام كاميرات الفيديو شكراً آخر من أشكال اكتشاف المركبات نظراً لأن أنظمة اكتشاف الفيديو مثل الكامستخدمة في تعرف التركائي على لوحة الأرقام لا تتضمن تركيب أي مكونات مباشرة في سطح الطريق أو على الطريق ويعرف هذا النوع من الأنظمة باسم طريقة غير تطفلية اللي كشف عن حركة المرور يتم تخيل الفيديو من الكاميرات إلى معالجات تقوم بتحليل خصائص المتغيرة لصورة الفيديو أثناء مروز سيارات وتم تثبيت الكاميرات عادة على عمدة أو هيكل أو بالكربة من الطريق تتطلب معظم أنظمة اكتشاف الفيديو بعد التكوين الأولي التعليم المعالج لصورة الخلفية الأسية طبعاً هذا عادة ادخال كواسات معروفة مثل المسافة بين خطوط الممرات أو ارتفاع الكاميرات فيه الطريق واصل معالج واحد الكشف عن الفيديو اكتشاف حركة المرور في وقت واحد من كاميرا واحدة إلى سامين الكاميرات اعتماداً عن علامة التجارية والطراز المخراجات النموذجية من نظام الكشف عن الفيديو هي سرعة المركبات في الممرات وقراءات إشغال المسار وتوفر بعض الأنظمة نقطة جدافية بما في ذلك الفجوة والتقدم والكشف عن المركبات المتوقفة وجهزة الإنظار غير صحيحة المركبات كشف البلوتوس البلوتوس لطريقها تقليدية وغير مكلفة لكياس وقت الصفر وإجراء تحليل المصدر والوجهة يتم الكشف عن أجهزة البلوتوس في المركبات العابرة عن طريق أجهزة إشعار وعطول الطريق إذا كانت تزيل مستشارات متصلة بعضها لبعض فإنها تكون قادرة على حساب وقت الصفر وتوفير بيانات عن مصدفات المصدر والواجهة بالمقارنة مع تكنيات كياسات الحركة الأخرى فإن كياس البلوتوس لديه بعد اختلافات هو نقاط قياس دقيقة ومع تأكيد مطلق لتوفيرها في أوقات السفر الثانية غير صفولي والذي يمكن أن يؤدي لمنشآت منخفض التكلف لكل من المواقع الدائمة والمؤقتة يكتصر عدد أجهزة البلوتوس التي يتم بسها في السيارة عدم تكون الأنظمة سريعة الإعداد مع قليل من المعاييرة أو بدونها ترجمة نانسي قنقر